بغض النظر شو راح يسير في هذا العالم الله وسيد كل الأحكام وهو متسلط في ممالك الناس اسمع ما يقول كتاب المقدس والناس يغش عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة لأن قوات السماوات تتزعزع يعني الناس يغش عليهم من خوف يعني من كتر الخوف الناس راح تفقد وعيها بتصفرن يعني راح تفقد يعني كل شيء يعني ما خلاص عائلها راح يطير راح يروح ومتى ابتدأت هذه تكون لكن شو بالنسبة للمؤمنين فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب يعني بالنسبة للمؤمن لما بتشوف كلها الأحداث واللي عم بصير في الدنيا الخلاص قريب فإذا مش لازم نخاف ولا نتزعزع فإذا الله أعطانا لوعود الكتابين شوف عم بتصير أمور كتيرة في سفر الجام على صحاح الخامس يقول الكتاب إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق في البلاد فلا ترتع من هذا الأمر لأنه فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما في ظلم بكل مكان نزع الحق ناس حقوقها مهضومة إما الحقوق الدينية أو حرية التعبير حرية الإنسان إلى آخره بس لا ما تخاف لأنه فيه رب فيه الديان فيه القاضي اللي هو رئيس القضاء وهو ديان كل الأرض مش رح تخفى عليه لكبيري ولا صغيري هو اللي رح يجيب لك حقك خليني حكيها بتعبير تاني لو أنت شايف كل الدنيا مثل ما شافها مثل الرؤية اللي شافها حسقيال شاف وادي وادي مليان عظام عظام يابسة جافة جدا وبعدين الناس ابتدأت تقول هلك رجاؤنا يعني خلص ما عدش فيه أي شيء فبقول الرب أصعدكم من قبوركم وأضع روحي في داخلكم حتى في الموت إلو مخارج فصدقني لو نعرف رصيدنا في الرب ونعيش حياة الإيمان العالم بتغير بس إذا الكنيسة والمؤمنين عم تعكس الخوف أمام العالم مين اللي بديكون مسؤول عن الناس نكون رسالة حية رسالة نور ورسالة شفاء ورسالة رجاء ورسالة حياة رسالة حرية رسالة شفاء مرض جسدي نفسي وروحي فالناس تحتاج إلى علاج الناس تحتاج إلى يسوع المسيح حتى وادي العظام اليابسة الله بيحولها إلى جيش عظيم اللي نشوف أكبر نهضة في تاريخ البشرية التم في هذه الأيام في اسم الرب يسوع شدك 來說 رسالةج رسالةح 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 اشتركوا في القناة